تشهد مملكة البحرين نشاطاً ملحوظاً في الحركة التجارية والسياحية خلال إجازة عيد الأطحى المبارك ويشكل تنوع الفعاليات عنصر جذب للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة تشهد مملكة البحرين نشاطاً تجارياً وسياحياً ملحوظاً خلال إجازة عيد الأطحى المبارك حيث يقبل المواطنون على الأسواق والمجمعات التجارية لقضاء حاجاتهم المتنوعة من الملابس والحلويات والهدايا والألعاب للأطفال وغيرها كما تسهم الأنشطة والفعاليات التي أعلنت عنها هيئة البحرين للسياحة والمعارض خلال إجازة العيد والتي تأتي كجزء من الاحتفاء باختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2024 والتي تسهم في جذب أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين وزوار المملكة من الدول الشقيقة والصديقة من أجل التمتع بأجواء رائعة خلال فترة العيد التنوع الطبيعي والثقافي الذي تسخر به مملكة البحرين إضافة للخطط والبرامج والاستراتيجيات في مختلف القطاعات جعلها وجهة سياحية مفضلة لينعكس إيجابا على المشهد الاقتصادي الذي لا زال يشهد نموا ملحوظا هذا ووفرت مملكة البحرين الأرضية الخصبة للأنشطة والفعاليات كونها موردا مهمة تتميز به في خصوصيتها الفريدة التي تحملها بأسواقها وفنادقها ومطاعمها في ظل تنوع خدماتها ومنتجاتها السياحية وفي السياق ذاته حقق القطاع الفندقي نموا ملحوظا وانتعاشا في تشغيله ما انعكس ذلك جليا للحركة التي سادت أركان المملكة لمساهمته مباشرة في الرفض بالاقتصاد الوطني ويدعمه وصولا للأهداف المرجوة ترجمة نانسي قنقر